بعد خروج كبرى العلامات التجارية الغربية من البلاد على خلفية الغزو الروسي قالت شبكة السينن الأمريكية إن المنتجات الصينية تغزل أسواق الروسية من الهواتف الذكية إلى السيارات وأشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من أن العلامات التجارية الصينية تجني ثمار الحظر الغربي إلا أن السوق الروسية تتقلص مع تراجع اقتصادها أعربت الخارجية الصينية عن أسفها إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرا على شركات صينية وقالت الوزارة في إفادة صحفية إن الصين ستتخذ إجراءات حازمة ردا على العقوبات الأمريكية مؤكدة رفضها لها وكان البيت الأبيض قد أعلن مؤخرا أن واشنطن تعتزم منع تسعين الشركة الصينية وروسية وأجنبية من دول أخرى شراء بضائع معينة بسبب التهرب من العقوبات تغييرات وتقلبات تحكم العلاقات الأمريكية الصينية إذ تدور بين الطرفين منافسة استراتيجية خصوصا في الاقتصاد نتعرف منذ سنوات والخلافات تطغى على العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين فقد شهد عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق التجارة مع بكين ومن ثم تم رفع الرسوم الجمهورية على السلع الصينية وهو أمر ردت عليه بكين بالمثل في التكنولوجيا كانت أزمة هواوي ترخي بظلالها الثقيلة على العلاقة بين الطرفين فواشنطن ألغت تراخيص امدادات الرقائق الإلكترونية لشركة هواوي الصينية فيما بكين نددت بالإجراءات الأمريكية ضد هواوي وتعحدت بالرد كان يحصل كل ذلك فيما واشنطن تواصل فرض عقوبات على كينات وأفراد وشركات صينية فيما الصين كانت ترد بالمثل خلافات زادت من حدتها أزمة تطبيق وسائل التواصل حيث اتهجهت واشنطن لحظر تطبيق تيك توك الصيني ومن ثم قامت بإلغائه فيما اتهمت بكين واشنطن بممارسة الترهيب في أزمة التطبيق وفي خضم الصراع حول الرقائق الإلكترونية فرضت الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى الحد من تدفق أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها إلى الصين تعمقت الخلافات ووصلت إلى حد تهديد أكثر من 200 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة بالطرد من البورصات الأمريكية بدءا من أوائل عام 2024 وذلك على إثر ما عريف بأزمة تطبيق الحسابات أظهرت دراسة جديدة أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لها تأثير سلبي متزايد على الشركات في الصين مقارنة بالعامين الماضيين ووفق دراسة أجرتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين فإن نحو 90% من الشركات تعتقد أن النزاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المحتمل جدا أن يتوسع هذا العام وعلى الرغم من أن الصين لا تزال تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار العالمي كما يقول المسع فإن الشركات الأجنبية تعمل على إبطاء خطط توسع الأعمال في الصين بسبب حالة عدم اليقين أفادت وكالة بلومبرغ بأن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم بدأت بالتعافي ما يعني أن الضغوط على سعر السلع قد تتراجع ولفت تقرير بلومبرغ إلى تراجع سعر الشحن بين الصين والساحل الغربي للولايات المتحدة إلى مستوى ما قبل الوباء بعد أن ساهمت قيود كورونا في رفع تكاليف الشحن 15 ضعفاً منذ جائحة كورونا بدأت أزمة سلاسل الإمداد وتفاقمت مع حرب روسيا على أوكرانيا فما هي سلاسل الإمداد وكيف حدثت الأزمة فيها؟ هي الشبكة العالمية التي تربط كل شيء نأكله أو نلبسه أو نتعامل معه في حياتنا اليومية سلاسل الإمداد تبدأ من منتج المواد الخام ثم وسائل النقل والمصانع حتى تسليم المنتج النهائي إلى المستهلك لكن إذا تعطلت أي حلقة من تلك السلسلة يعني ذلك تعطلاً في السلسلة بأكملها فمثلاً تعطل تصدير القمح من روسيا يعني ذلك أزمة خبز في مصر ونقص الرقائق القادمة من تايوين يعني ارتفاع أسعار السيارات في الولايات المتحدة وهكذا سلسل التوريد العالمية تعاني من مستويات نقص غير مسبوقة بدأت بالجائحة وتفاقمت مع حرب أوكرانيا بدءاً من المواد الخام مثل الألمانيوم والنيكل والقمح وصولاً إلى السيارات بدأت أزمة سلاسل التوريد مع إغلاقات كوفيد التي تسببت في تخفيض الشركات لعدد كبير من العمالة وتفاقمت مع حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا ترجمة نانسي قنقر